اهلا بكم اعتبر مراقبون عراقيون ان احاطة مبعوثة المبعوثة الاممية جينير بلاس خارد في مجلس الامن تمثل اعترافا امميا واضحا وصريحا بتحول العراق الى دولة فاشلة يتحكم فيها زعماء الميليشيات وتتهم القوى الوطنية والشعبية العراقية الامم المتحدة وممثليها في العراق بالتقطيع على انتهاكات وممارسات النظام الطائفي الفاسد واتباع سياسة قلب الحقائق في العراق الذي ما زال نظامه السياسي الحالي يراكم الفشل والكوارث منذ نحو عشرين عاما كما حذر الناشطون من التعويل او الرهان على المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة في انتشار العراقي من الضياع والدمار وانقاذ الشعب العراقي من سطوة الميليشيات لان المجتمع الدولي مشترك في عملية تدمير العراق اصرار الامم المتحدة على دعم النظام الطائفي الفاسد رغم مراكمته الكوارثة والفشل منذ عشرين عاما هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية الى متى سيظل المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة يمارس دور المحلل السياسي مكتفيا بتوصيف الواقع الكارثي في العراق الا تعد الامم المتحدة شريكة اساسية في كارثة العراق عبر اضفائها الشرعية الدولية على نظام طائفي فاسد ما زال يراكم الكوارثة والفشل منذ عشرين عاما الا يشكل وضع العراق المعقد والشائك تحديا كبيرا للمجتمع الدولي ويحاول هذا المجتمع التعاطية معه بحكمة وحصافة لألا ينزلق نحو الفوضى ألم تعمل الامم المتحدة وبعتاتها في العراق على إعانته بصفته بلدا محطة من يحتاج إلى الدعم والإسناد بعيد غزو العراق عام 2003 ألا تتحرك بعتة يونامي في العراق في أجواء سياسية وشعبية معقدة حيث المحاصص الطائفية السياسية وهيمن السلاح الميليشيات ضيوف الطاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي أحمد الجنابي مهما حاولت التستر على الواقع وتجميل مساوئ الصراع السياسي لا يمكن لجينين بلاسخارت إخفاء الموقف الشعبي مما يجري في البلاد رئيسة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها في الأمم المتحدة أكدت أن الشارع العراقي لم يعد يطيق الطبقة السياسية ويأس من إصلاحها يمكنكم زيارة أي سوق في العراق والعراقيون سيقولون لكم أنه مرة أخرى لا يتم إلاء الأولوية إلى المصلحة الوطنية بل يتم تغليب اعتبارات ضيقة الأفق للسيطة على الموارد والسلطة وتبين بلاسخارت أن الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية لا تزال تأيد نفسها في حلقة مفرغة تقود إلى محصلة صفرية ويبدو أن الممثلة الأممية التي كانت وزيرة الدفاع هولندا إبان مشاركتها في غزو العراق تعرف مدى التشضي الذي وصلت إليه منظومة الحكم تلك المنظومة التي طالما دافعت عن أحزابها والتقت بزعماء ميليشياتها حتى في الوقت الذي سالت فيه دماء المتظاهرين في ثورة تشرين برصاص الميليشيات حتى أصبحت بلاسخارت في نظرة الشارع التشريني ممثلة للميليشيات وليس ممثلة أممية الحالة العراقية أشهر من أن تخفى على أحد ولم تبقى منظمة أو جمعية أو وكالة إلا وتناولتها وسلطت الضوء على تدمير الطبقة السياسية للبلد ونهب ثرواته وتحويل العراق إلى بؤرة توتر إقليمي وبوابة إيرانية لنشر الخراب والإرهاب فلما تصر الأمم المتحدة على دعم هذا النظام هذا التساؤل يخطر في بال كل عراقي يرى الاعتراف الأممي بفشل النظام ومع ذلك لا يحرك ساكنا لكن كيف له أن يتحرك ضد مشروع تدمير كان هو الراعي والمشرف عليه بعد أن غزى العراق بكذبة اخترعها وصدقها أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في هذا الإصرار من قبل الأمم المتحدة وبعثاتها على دعم وإسناد ومؤازرة النظام الطائفي الفاسد في العراق رغم كوارثه وفشله ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف من واشنطن أحمد الجنابي رئيس موقع لانس فاي من واشنطن أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله دكتور رافع الحقيقة هناك اتهام كبير للأمم المتحدة أنها متواطئة أنها تدعم هذا النظام تدعم فشله تدعم كوارثه منذ عشرين عاما وتهرول لإسعافه في الكثير من المآزق التي تواجه أليس ظلما اتهام الأمم المتحدة أنها تدعم هذا النظام وتدعم فشله وفساده الأمم المتحدة تقول نحن نحاول المعالجة لكن هذه المعالجة ليست آنية أو جذرية هي معالجة متدرجة نساعد العراق بصفته بلدا حطمة بعد الغزو الأمريكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام ماجد عندما تكون الصورة واضحة للجميع منذ عام 2003 لحد الآن عندما تكون المدخلات معروفة ومقدرة تماما ويعرفون نسبها وما هي تأثيراتها يعرفون إذن كيف ستكون المخرجات الأمم المتحدة بعد عشرين سنة من احتلال العراق بعد كل الدمار الذي حل به بعد كل الخراب الذي حل به وإذا بممثلة الأمين العام الأمم المتحدة تأتي لتصف لنا المشكلة في العراق تصف لنا الكارثة ليس الكارثة كلها لكن أجزاء من الكارثة يعني صور من الكارثة البعض فرحة في هذا قالوا أن الأمم المتحدة الآن تشخص الكارثة تشخيص الكارثة لا يحتاج إلى كل هذا الأمم المتحدة تعرف المدخلات فإذا كانت تعرف ما سأقول له الحال المخرجات فبالتالي لا يحتاج إلى إذا كانت تعرف هل كانت تتوقع الأمم المتحدة أنه بمدخلات طائفية أملية سياسية مبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية وفساد وخراب ومؤسسات تابعة الأمم المتحدة تكتب تقارير سنوية أن البلد من أكثر بلدان العالم فسادة من أكثر البلدان فشلا انتهاكا لحقوق الإنسان أكثر الناس لاجئين يطلبون اللجوء قوائم الأمم المتحدة مملوء بالعراقين الذين يطلبون توطينهم في بلد آخر هذا العراق ما كان يعرف ثقافة الهجرة ولا ثقافة التوطين في بلد آخر لا يعرف أهل العراق والأمم المتحدة تعرف هذا وكل الدنيا تعرف الأمم المتحدة تعرف بمؤسساتها يونسيف وغيرها اليونسكو أن العراق الذي كان بلدا بلا أمية الآن أكثر من ثلاثة يعني من ربع سكانة من الأميين تعرف أن الكثير منهم من الأمراض الطائفية الخراب الفساد المدارس التصرب كلها تعرفها الفقر البطالة كل هذه تعرفها فهذه كلها نتائج لمدخلات معروفة لديهم إذن النتيجة واضحة لديهم لا تأتي بعد عشرين سنة بالإسخارت لتصف لنا صورة من الكارثة وتقول أن الأمم المتحدة ليس الشريف نحاول مثل ما حضرتك تقول أن الأمم المتحدة تقول نحاول أن نساعد هذا البلد كيف تساعدون هذا البلد؟ تساعدون هذا البلد ما هو المطلوب من الأمم المتحدة؟ المطلوب من الأمم المتحدة أن تلتزم بمثاقها بقوانينها بقراراتها بما قامت عليه هي قامت لأجل مساعدة الشعوب هذا الشعب العراقي شعب مظلوب شعب خرج في ثورة تشرين 2019 ينادي بوطن يطالب بوطن طالب بحريته واستقلاله وطالب بسقاط العملية السياسية كله وطالب بالحزاب هذه التي تزتها اللي سرقت أمواله اللي قتلت أولاده اللي خربت البلد قربت المجتمع عشعة الطائفية بلد غير مستقيل سيادة مفقودة كل هذا موجود والأمم المتحدة تتحدث عن عملية سياسية فيها خلل في التوافق بين بين أعضاء العملية السياسية فيها خلل في التوافق بين الأحزاب المكونة العملية السياسية تحدثت دكتور تحدثت عن سلاح الميليشيات تحدثت عن دبلوماسية الصواريخ تحدثت أيضا عن فساد تحدثت أن الوضع في العراق الحقيقة يغلي وقابل للانفجار إذا هذه الطبقة السياسية لم تقدم رؤية واقعية للحل والخروج من الأزم ما هو هذا الأستاذ ماجد وهذا يدعنا مرة أخرى مثل ما حضرتك أشرت في المقدمة أنه هي محلل سياسي لا أنا نقول هي محلل رياضي ينقل المباراة هذا المعلق الرياضي ينقل مباراة بكرة القدم الطائرة أي مباراة ينقلها ومن يسجل هدف ومن الكرة صارت بملعب من ورجعت إلى ملعب من ومدام هو غير شريك بيها وبلد ما يلعب بيها هو محايد في هذه القضية ينقل الصورة ومع هذا حتى وهي تمارس دور المعلق الرياضي هي ليست محايدة هي منحازة للطرف سنتحدث أيضا عن هذه النقطة لا سمحتي دكتور نعم عن قضية الأمم المتحدة الطرف نزيه ووسيط نزيه في هذا الصراع الموجود بالعراق منحاز إلى أحد أطراف الصراع أستاذ أحمد مساء الخير أهلا المساء الحقيقة أيضا هناك اتهام أيضا كبير اليوم طبعا عدنا جملة اتهامات للأمم المتحدة اتهام للأمم المتحدة الحقيقة أنها شريكة أصيل في هذه الكارثة التي اشتراحها الغزو الأمريكي للعراق وشاركتها في هذه الكارثة أنها منذ اليوم الأول أضفت شرعية على نظام غير شرعي غير شرعي مبني على احتلال بعد ذلك هذا النظام الحقيقة كانت هويته أنه هوية طائفية محاصصية فاسدة راكم الكوارث والفشل وكذلك مرتبط بأجندات خارجية هذا أيضا ربما اتهام كبير خاصة أن الأمم المتحدة الحقيقة لم تجز غزو العراق لم تقدم لم تصدر قرارا بتخويل أمريكا وحلفاها بغزو العراق نعم تحياتي لك أستاذ جمال وتحياتي لضيفك الكرام ولمشاهدين ماجد أهلا وسائل سأبدأ من حيث انتهيت حضرتك نعم لازم نعرف أن العمل الأممي المنظمات الإقليمية والدولية دائما عنه يعني فيها معضلة هي معضلة دولة المقر دائما دولة المقر لها بعض التدخل والسطوة على قرار المنظمات الإقليمية والدولية ولنا أسوة في ذلك الجامعة العربية يعني الجامعة العربية قريبة من واقعنا وتعاني من نفس المعاناة سواء عندما كانت في تونس أو في مصر فكيف إذا كانت الدول يعني الأمم المتحدة تقع في دولة عظمى هي رقم واحد في كل شيء وهي من غزت العراق وهي من لها أجندة في حرب العراق علينا أن نعلم أنها أن تلك الأجندة لم تنتهي بعد أجندة حرب العراق لم تنتهي بعد ومن سوء حظ العراق أن تلك الأجندة الأمريكية تتطابق مع أجندات عربية وأقليمية لذلك الأمم المتحدة أنا أتحفظ على يعني كلمة تدعم النظام الحالي الأمم المتحدة في الواقع في واقع الحال وعلى الأرض هي سببت أزمة والآن هي في مرحلة إدارة الأزمة يعني كل ما تفعله لجانب الأمم المتحدة هي تدير الأزمة لاحتوائها واستمرارها على الشكل الحالي شكل العراق الحالي هو الشكل الذي تريده كل القوى الغربية والأمريكية والإسفائيلية هي تريد هذا يعني حتى أنا دائما أتحفظ على لوم المسؤولين العراقيين وأتعجب من ناس من مواطنين عراقيين يكتبون على صفحات الفيسبوك لماذا لا يوجد تهرباء ويعاتبون الحكومة كيف تعاتبون شخصا هو وجد من أجل هذا هذا هو يعني العراق الأعرج هو الهدف فما يدار الآن هو الحفاظ على العراق أعرجا ونقطة فضل هذا ما يحدث لذلك من الخطأ يعني الأعتقاد بأن الأمم المتحدة قادرة على الحل أو أنها أصلا أداة للحل فالأمم المتحدة واقعة تحت سيطرة وتدخل الموقف الأمريكي كما قلنا المؤمن المتحدة تقع في الولايات المتحدة والولايات المتحدة هي دولة المقار صحيح لم تصدر قرار لأن المؤمن المتحدة هي أصلا غير ليس الجهة مخولة بإضاء القرار لقرارات الحرب والسلام الجهة المخولة في ذلك مجلس الأمن التابع للمؤمن المتحدة ومجلس الأمن قصة أخرى وفيه فيتو وفيه المفارقة المفارقة أن الأمم المتحدة الحقيقة غير مرضي عنها لا من القوى الوطنية العراقية التي ناهضت العملية السياسية ولا مرضي عنها من الناشطين والشباب ولا مرضي عنها حتى من الكثير من الميليشيات الكل يتهمها بالانحياز وأنها ليست طرفا نزيها أو موثوقا به وكما يقول المثل العراقي يقول سيمتش ما يكون مذموم صحيح كما أسلت هناك أطراف حتى إقليمية ودولية نعم من مصلحة إبقاء العراق في هذا الشكل أتحاشى أن أسمي لأن المشكلة أنهم كلهم مثل ما يقول بالعراق مننا وعلينا المشكلة أن هناك أطراف تريد للعراق أن يبقى بهذا الشكل وهذه الأطراف أجندتها تتطابق مع الأجندة الغربية لذلك الأمم المتحدة ستتحرك بأجندة معينة لا يمكن بأحد أن يقناني بأن الأمم المتحدة هي طرفا نحايد لا الأمم المتحدة ليس طرفا نحايدا لم تكن ولم تكن وهذا هذا معروف في كل الأعمال المنظمات الإقليمية والدولية دائما دائما هناك هناك تدخل هناك سطوة لدولة المقر ودولة المقر لها أجندة في العراق لم تنتهي بعد واضح وما أشكرك واضح أستاذ أستاذ أحمد دكتور قحطان ويانا دكتور كنت أسألك عن ظلم آخر يرتبه العراقيون قوى وطنية ناشطون مدونون أن الأمم المتحدة تكتفي بالتفرج وفي أحسن الأحوال تحلل الأوضاع في العراق توثق تشخص تنقل الواقع الكارثي المستمر بعد 20 عام نحن بحاجة إلى عملية تشخيص أو توثيق بعد هذا الحصاد المر من 2003 إلى اليوم توثيق أممي فقط توثيق وتشخيص أنا آسف إلى القطع الذي حصل قبل قليل ولكن دعنا نوضح الأمر لأخوتنا عموما مهنيا الأمم المتحدة هي مؤسسة دولية تشخيص المجتمع الدولي ولكن لا يخفى على الجميع مدى تأثير القوة المؤثرة الخمس دائما العضوية في هذه المؤسسة بعد ذلك أنه دائما هناك دول بعينها تتفرد في القرار في أيام الحرب الباردة كان السوفيت وأمريكا من طرفين إدارة العمل في داخل هذه المؤسسة وبعد إن جاءت تعدى السوفيت وتفردت أمريكا أصبحت لأمريكا الصدوة الكبرى في الموضوع شيء آخر أنه الأمم المتحدة عندما قررت هذا الذي حصل بالقرار علينا أن نفرق بين القرار أو التقرير الذي رفع إلى المجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة بشكل عام وماذا ستقوم به الأمم المتحدة نحن بحاجة إلى هكذا هكذا تقير أي القوى الوطنية الثورية بحاجة إلى تأكيد حالة الخطأ لأن تأكيد حالة الوضع المأساوي في العراق من قبل مؤسسة بهذا الحجم تعطي الدعم اللازم المعنوي الذي يحتاجه ولكن لأن القوى الكبرى فعالة يدها في الماء البارد ويدنا في الماء الحار نتوقع أنها سوف يلي انتهاء بلسخ سيصدر قرار لا الجواب ليس كذا ولكن إذا ما يريد أن يكون هناك دفعا باتجاه تفعيل الأمم المتحدة ستكون هذه القارات نفعا لصالح التحول الذي يرتفع بشيء الشيء الآخر حقيقة أن الوضع العام في داخل العراق سرقبه الأمم المتحدة والقوى المؤثرة من خلال القوى الأقرى المؤثرة في الساحة العراقية حياب الساحة العراقية عن القوى المؤثرة فعلا بالضغط على الوضع الأمني ووضع السياسي العام في العراق كثورة تشرين كما نتمنى وكما نرجو أن تعود أو قوى وطنية يعول عليها بحراكة معين يجعل المتحدة إلى حد معين متأنية في الزقارات هكذا باعتبار أن الأمن القومي أو الأمن الأقليمي لا تأثر كثيرا بما يحصل الآن في العراق هذا من هذه الآلية نقول أن اللي حصل من إحاطة هي كان إيجابية إلى حد كبير ولعل القوى التي تبردت والقوى الولائية الولائية أشرت إلى أسمع الدكتور قحطان آسف على المقاطعة أشرت إلى ضرورة الالتفات أو إلى القوى الوطنية والشعبية المؤثرة ثورة تشرين وأنه هذا يجب أن أيضا ينظر إلىها أو تأخذ بالحسبان فهي قوة مؤثرة في الساحة الحقيقة الأمن المتحدة التقت بهذه الحساسيات أو التيارات الشبابية والشباب والتنسيقيات من تشرين هناك لقاءات متعددة للبعثة الدولية في العراق تم الاستماع لهم أخذت ملاحظاتهم طروحاتهم بنظر الاعتبار يعني حتى تكون الصورة أيضا الحقيقة كاملة فاضحة بالتأكيد ولا أكن أنا لست بعيد عن هذه الألية بشكل وبي آخر ولكن نقول الآن الأمم المتحدة أول على ننظر للساحة العراقية إلى حد المعين ليس هناك قوة ضغطة بالحجم الذي يجبر العالم العراقية القائمة تقصد قوة ضغطة قوة وطنية وشعبية بالضدم العملية السياسية بالتأكيد هكذا لأقول معنا أن هناك قوة فرضات فيها على الساحة وتؤثر بحيث تجعل حالة اللا أمن والاسترار حالة فاعلة وشخصة تخشى أطراف الدولية للأسف لحد الآن لم يتفعر هذا الشيء لأسباب كثيرة بالتأكيد لعل الدول العميق والقتل والرهاب والتقديد والتجريد هي أحد أسبابها إذا نقول نحن نعم كنا تمنى أكثر والفعل يكون أكثر ولكن الذي حصل من الذي جاء بتقرير أو بإحاطة المتحدة المتحدة بالعراق كان إلى حد كبيرا إيجابيا وإن كان أمان كبيرا بذلك أكثر وهو ما أبرز الإيجابيات دكتور أبرز النقاط الإيجابية التي أشرتها حضرتك أن أعلى جهة دولية في الشأن الدولي أقرت حالة الانتداد في العملية السياسية وحالة التردي الكبير وضورت إنهاء بعض الأشياء التي ناد بها العراقي كإنهاء الميليشيات وإنهاء تدخلات الخارجية وإذن هذه فقرات إيجابية لو نفترض على سبيل مثال لم تأتي هذه النقاط ضمن الإحاطة لأننا قد خسرنا كثيرا إذن نحن كثوريين بإذن الله نعول على أي شيء طالما هو الحق موجود وطالما إشارة به بشكل بآخر ولكن مع هذا وذلكنا طموحا كثيرا أن يكون الإحاطة أكثر عمقا ولكننا في قناعتنا طالما اختاض أصحاب العملية السياسية والإمع والولائيين لأن هذه الإحاطة قد أصابتهم في مقتل لحدهم معين شكرا أستاذ المنظيف الكرام والمشاهدين الكرام أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن إصرار الأمم المتحدة على دعم النظام الطائفي الفاسد الفاشل في العراق بعد الفاصل نعود بقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في إصرار الأمم المتحدة على دعم النظام الطائفي الفاسد في العراق ضيق طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي وأحمد الجنابي دكتور الحقيقة هناك أيضا من يلتمس عذرا للأمم المتحدة وأنه لا يجب تحميل الأمم المتحدة أعباء أو حمل كبير وأثقال أكثر مما تحتمل الوضع في العراق معقد شائك جدا تحدي كبير للمجتمع الدولي الوضع في العراق الحقيقة عبارة عن حقل ألغام سياسية ومجتمعية وميليشيات وتدخل إقليمي ودولي وليس من السهولة التعاطي مع هذا الوضع يحتاج إلى مشرط جراح دقيق وذكي ويتحرك بأنات الوضع في العراق ليس سهلا لا على المجتمع الدولي ولا على الممتحدة ولا على أي جهة أخرى هذا عذور يعني دفاع مقبول هذا التوصيف صحيح لكن الأساس في هذا هو من جعل هذا الوضع بهذا الشكل يعني من صنع هذا الوضع بهذا الشكل من أوصل العراق إلى هذا الشكل ما هو المجتمع الدولي وعلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة الشريكة فيه دكتور بس فقط نعم الذي صنع الوضع في العراق هو الغزو الأمريكي أمريكا تخطت الأمم المتحدة وغزة العراق الأمم المتحدة ومجلس الأمن رفضوا إعطاء ضوء أخضر أو تفويض للأمم المتحدة لغزو العراق هذه نقطة أولا وماذا حصل بعد ذلك؟ الولايات المتحدة غزة العراق وماذا حصل بالمجتمع الدولي لم يؤيد والأمم المتحدة كان الشريكة صار أمرا واقعا وعملت تحت مضلة الأمريكيان والاحتلال في العراق وساندت الاحتلال وساندت كل الحكومات التي جاءت ما جامعة الدول العربية مثل العرب أيضا قدمت لعبة نفس الدول مع الأمم المتحدة أضفت شرعية على يعني نظام جاء به الاحتلال النظام نظام التمثيل ونظام العمل في الجامعة العربية يختلف عن نظام التمثيل والعمل في الأمم المتحدة هذا الاختلاف واضح جدا جدا والجامعة العربية ردنا نتحدث عنها مؤسسة وجدت لتكون بهذا الشكل ميتة بهذا الشكل لكن ذول عدهم خمسة دائمين وما أعرف منه وصراعات وكان القطوة الأول والقطوة الثانية وصراعات الأقطاب هذه كلها عشناها لا أولدهم ميثاق والميثاق يتحدث عن كذا حقوق لكن نحن السؤال المهم والأساسي في كل هذا الذي يدور الآن في هذه الحلقة وفي كل نقاشاتنا حول الأمم المتحدة يعني لماذا نتحدث عن الأمم المتحدة نتحدث عن المجتمع الدولي يعني حتى لا نقع في تناقض ولا يكون المشاهد ولا يكون المواطن العراقي أمام حالة متناقضة ماذا يريدون عندما يتحدثون يعني الغاية في الحديث هذا نحن نقول حتى لا نكون في تناقض نحن نقول أن من يغير الوضع في العراق هم شعب العراق من المعول عليه أن يغير كل هذا الواقع كل هذا الواقع المعقد الخطير الذي تتحدث عنه الذي وصفته قبل قليل والذي أنشأته وصنعته أمريكا والممتحدة والمجتمع الدولي في العراق وكل من تعاون مع الاحتلال هذا المشهد الدامي من عشرين سنة من الذي يعول عليه بتغييره الشعب العراقي فقط أنت لا تعول على قوى خارجية تأتي لمساعدتك بغزو ثاني وأنت تعول على نفسك بغزو وتجي لأمريكا وتغير النظام هذا عبث عبث ولعب بمقدرات الشعوب نحن نحتاج إلى أن يتحرك الشعب العراقي ضد هذا لذلك نتحدث أن كل هذه القوى بما فيها الأمم المتحدة بكل هذه التوصيفات التي يسميها الدكتور قحطان وأنا أحترم تسميتها يعني يسميها نقاط إيجابية ذكرتها بالإحاطة بالإحاطة نعم قد تكون نقاط إيجابية أشارت إليها لكن واقع الحال هل هو المطلوب من عده أن تتحدث بهذه نحن نحتاج أن يصف لنا أحد المشكلة ما المشكلة دولياً وعالمياً كل يعرفها وأمريكا التي جاءت بهذه تعرف هذا الوضع هذا الوضع مثالي بالنسبة له هذه الحقيقة أن الأمم المتحدة تتحدث عن سلبيات وسلبيات كبيرة عن ميليشيات وصواريخ والحقيقة هناك ما نعتبرها أنها خطوة أو خطوات متقدمة عن ما كان عليه الحال من 2003 إلى هذه السنين طيب هذه خطوة على الطريق طيب ماشي لكن في نفس الوقت ماذا تريد أن أمم المتحدة؟ نعم هذا الإحاطة نفسها ماذا تريد؟ تتحدث عن سلبيات لكن في نفس الوقت تطالب القوى السياسية المسؤولة عن كل هذا الخراب كل هذا الدمار كل هذا كل الميليشيات كل السلاح المنفلت كل الفساد كل الخراب كل الدمار كل انتهاك الحقوق أن تتوافق فيما بينها لصناعة وضع يخرجنا من هذه الجمود السياسي من هذا التوقف السياسي من هذا الانسداد السياسي اللي يسموه يخرجوا لأن الشعب يحتاج إليكم بماذا سيفيدون هذا الشعب؟ مهمة هذه عمليات الانسداد السياسي وعمليات تشكيل حكومة وقيام البرلمان ما هذه تكررت علينا من عام 2003 إلى حد الآن عشرين سنة نحن نعيشها عيشها إلى العراق وماذا قدموا للعراقي؟ نفس القوى نفس القوى الحزبية والشخوص والميليشيا كلها نفسها تتغير هذا يطلع في مقعد متقدم والآخر يتراجع إلى الوراء لكن وجوه نفسها ربما هناك تدوير للنفايات نعم هذا يحصل لكن في كل الأحوال هي نفس القوى التي تحكم العراق منذ عشرين سنة لحد الآن التي جاءت مثل ما أصطلح على تسميته نعم خلف الدبابة الأمريكية فوق الدبابة الأمريكية معرف منه تحت المظلة الأمريكية الإيرانية هؤلاء اللي موجودين هم يحكمون بهذه الطريقة فبالتالي إذا توافقوا هل سيكون العراق به خير؟ يعني هذا الحديث والأمم المتحدة هاي المشاكل اللي أصفتها في إحاطتها هل ستنتهي إذا ما شكلت حكومة جديدة في العراق ما شكلت حكومات بنفس القوى نفس الفكر نفس التوجهات والنتيجة فاشلة وأصالت العراق إلى نقرة عميقة ظلماء طيب ما هو الحل؟ إذن على الأمم المتحدة وهذه نقطة مهمة خلنا نسأل عن قضية الحل أستاذ أحمد الجنابي الحقيقة الأمم المتحدة تدافع نفسها وبعثاتها في العراق تقول الحقيقة هي تبذل أفضل ما لديها تعين هذا البلد الذي حطمه الغزو الأمريكي حطمته العملية السياسية حطمه الفساد لذلك تبحث عن رؤية أو مقاربة سياسية ما المطلوب من الأمم المتحدة أكثر من هذا الدور؟ هذه الأمم المتحدة منظمة في النهاية دولية هذه إمكانياتها تقدم مشورة سياسية تحاول أن توفق بين أطراف المعادلة السياسية في العراق هل هناك شيء مطلوب منها أكثر من هذا؟ لا طبعا أنا كما قلت في البداية وكما قال الأخوان الأمم المتحدة لا تملك عصر شحرية وهي ليست طرف منفذ هي جهة مراقبة لا يتعدى ذلك وحتى مراقبتها تكون بعين من يديرها ولكن الأمم المتحدة علينا أن ننحيها جانبا لأنها حتى في تاريخ الأمم المتحدة لم تكن هناك نجاحات باهرة في عملها الحقيقة فلذلك التعويل عليها والتصور بأنها يمكن أن تجد حلا للأزمة العراقية القائمة منذ عام 2003 هو شيء أعتقد بوجهة نظري المتواضعة هو يجاب المنطب وهناك معضلات تعمل عليها المتحدة منذ 50 عاما ولم تتقدم الأمور فيها سنتيمتر واحد لذلك أنا من وجهة نظري المتواضعة لا يطلب شيء من الأمم المتحدة ولا أنتظر منها شيء لا اليوم ولا بعد 100 عام والحال يجب أن يكون من قنوات أخرى غير الأمم المتحدة مثلا الشعب العراقي ويجب على الشعب العراقي أن لا يخرج بالنمط التقليدي ويطلب تغيير النظام وهذه الأمور لأن تغيير النظام لن يجلب أي شيء نحن مشكلتنا أن القانون أبتذل وأهين وأصبح البلد كأنه يعيش في عصر إنسان الغاب نحن بحاجة إلى ثورة شعبية ليس لأجل قتال هذا أو ذات ثورة شعبية من أجل إحياء القانون سيادة القانون هذا هو القط الذي بمجهة نظري أن يمشي به الشعب لأنك إذا رفعت السلاء أنت أعدل إذا رفعت السلاء ضد الحكومة فأنت خاسر خاصة وأن الحكومة كما رأينا لو وضعت في الزاوية لديها من يعينها دعنا نكون صريحين لديها الحكومة لديها من يعينها لو وضعناها في الزاوية سيتوفر لديها قوات جوية وسيتوفر لديها دعم معنوي ولوجيستي لذلك نحن مشكلتنا أننا نعيش في بلد يستطيع أي شخص أن يغيب أي شخص هذا الحال يجب أن نرثور ضده وليس الثورة ضده بالسلاح يجب حتى ثورة تشرين كانت صادقة ولكن خطوطها كانت مرتبكة ومتداخلة وهذا أدى إلى كبوة في مسيرتها وبالتالي انكفائها وانطفائها لأن المسارات لم تكن واضحة أنا أهيب بكل من لديه قوة في الشارع أن يعمل لإعادة احترام القانون احترام القانون هو الذي سيجلب أشكرك واضحة أشكرك أحمد أشكرك خلينا نسمع دكتور رافع عنده تعقيب ربما على ما تفضلت به أو تعقيب عام ربما نعم فضل دكتور يعني مع احترامي لكل الرأي اللي قال الأستاذ أحمد ورأي صائد في حيثياته وفي صوراته لكن دعني أقول نعم يعني عندما تحصر حكومة في زاوية معينة لديها قوات جوية ولديها طائرات ولديها هذا غير حقيقي عندما الشعب يحاصر حكومة ونظام معين يسقطه ولا تستطيع لا القوة الجوية ولا فوفات المدافع تتحرك لا يمكن وهذا مو كلام يعني عاطفي كلام واقعي وخذ تاريخ الثورات الشعبية كلها ستجد أن الشعوب واجهت حكومات مستبدة تملك كل هذه كل هذه الأدوات للقمع والقتل وطائرات ومدفعية وكل شيء لكنها لم تستطع أن تفعل شيء عندما الشعب يخرج كله بثورته يضعها في الزاوية تنتهي ينهيها هذه الموجات الكبيرة من الشعب عندما تتوفر تضرب كل الأسوار وتسقطها هذا واقع الحال والثورات خذ من ثورة من ثورة السوفيت عام 1917 ودخل في ثورات كثيرة قبلها وبعدها وصولا إلى ثورات حتى ما نشكك به ثورات الربيع العربي حتى ما حصل في مصر حتى ما حصل في تونس هذا كله جزء من ثورات الشعوب نعم قد انحرفت قد راحت باتجاه آخر لكن واقع الحال هكذا كانت الحكومات تملك القدرات وتملك أجهزة قمعية لكنها لم تستطع أن تحركها ولا تستطيع وفي ثورة تشرين لو كنا نذكر في أول أيام لم تستطع كل القوى القمعية أن توقف هذه الثورة كان ممكن أن تزيح كل شيء لو كانت القيادات قيادات ثورة تشرين قادرة أن تمسك بالوضع بشكل مرتب لكان مضت في طريق ثورتها وهناك يعني حسابات أخرى هذا من ناحية الناحية الأخرى المهمة نحن نعم يعني لا نعول على الأمم المتحدة ولا نعول ولا نطلب من الأمم المتحدة ولا نطلب من أحد لأن الأمم المتحدة شريكة لكنها مؤثرة يعني خاصة في قضية العراق نحن كلنا نذكر أنه 13 سنة من الحصار كانت الأمم المتحدة أداة أساسية في قتل العراقين في حصار العراقين غير ماشر لأستاذ أحمد أنه أداة دائما في الحصار في الحرب دائما أداة أداة في الدولة المقارة الأمريكية نعم هي دائرة تابعة الخارجية الأمريكية هذا واضح نعم فلذلك اللواء المتحدة ليس الطرفا محايدا هذا من تهين من عده ويبقى التعويل على الشعب العراقي لكن الشعب العراقي بثورته قادر أن يفعل كل شيء نعم والنقطة المهمة أيضا أنه نحن حتى نحيي القانون وهو حقيقة هو مطلب صحيح حتى نقيم القانون ونقيم دولة القانون يجب أن نسقط من يقفون ضد القانون من يتاجرون بالقانون من لا يحترمون القانون من هؤلاء الذين لا يحترمون القانون من الذين جعلوا القانون مطية لهم السلطة الحكومات إذن أنت عليك أن تسقط السلطات تسقط هذه الحكومات كيف تسقطهم تسقطهم بثوراتك الشعبية واضح وهذه الحكومات لديها ميليشيات ولديها أسلحة ولديها طائرات لكن هل نجلس في بيوتنا أو نرفع لأعلام البيضاء ونلوح بها فقط من بعيد لبعيد وستنتهي وسننتصر عليهم ونعيد القانون دكتور قحطان الأمم المتحدة الحقيقة والمجتمع الدولي يتحرك في أجواء سياسية وشعبية معقدة في الوضع محاسسة طائفية ميليشيات أحزاب مرتبطة بالخارج هيمنة سلاح ميليشيات فرق موت كيف يرجى من منظمة دولية أن تقدم شيء أن تمنح فرصة للحل في ظل هذه البيئة المحتقنة والمتشنجة الحقيقة الوان المتحدة تشكر على أنها تتحرك وتقدم ما تستطيع تقديمها لماذا تحميلها أكثر مما تتحمل إذا ما عدنا إلى أسباب بلورة أو تقوين أو إشاء هذه المنظمة الدولية لو عدنا أن الجنب الأمني الدولي هو أحد أسبابها وبالتالي هذه المنظمة إذا ما استشعرت وضع عراقي بأثر على الخطر الأمني الإقليمي والدولي هنا لزوم عليها التحرك بشكل أو بآخر ثم تأتي عملية تأثير النسبي للقوة المتنفذة في داخل مجلس الأمن ومدى علاقتها بهذا النظام أو ذلك على ما الأمم المتحدة كمؤسسة لم تستشعر بأن وضع الأمن في العراق في خطر على الإقليم يكون تحركها ضمن إنساني فقط ليصلها ذات البني إلى حد معين وليس للتغيير وبالتالي أنا أرى أو مقوتي بتأكيد الأصوات التي تقول أن يجب على العراق كشعب أن يثبت للعالم أن وجوده فاعل لدرجة أن عدم استقرار العراق نضغط باتجاه تغيير نظام الحكوم القائم والآلية العملية السياسية وما التأثير هذه على الأمن الإقليمي هو الذي يجبر الأمم المتحدة إلى حد معين أن تكون طرف في هذا الموضوع وأن ترى فيه قطورة كيف تكون هذه الأمور؟ يجب أن تكون أن هناك حراك عراقي كبير يزعز على هذا ممتاز على ذكر الحراك الشعبي أنت تعلم أن هذا النظام الذي صممه عام 2003 صممه الأمريكيون والإيرانيون جو بها الحقيقة منذ اليوم الأول بالرفض والممانعة والمناهضة أول ما تفجرت بوجهه المقاومة الوطنية وصلنا إلى 25 إشباط في عام 2011 تظاهرات في 55 مدينة ثم تظاهرات 2012 في المحافظات المنكوبة أو المنتفضة سميها ما شئت تظاهرات البصرة والكهرباء وصولا إلى تظاهرات ثورة تشرين ما الذي يريده المجتمع الدولي ليقتنع أن الشعب العراقي رافض لهذا النظام السياسي؟ هذه المقاومة المميزة عند العراق وثورته الشعبية كيف؟ النظام الذي وجد الآن بعد 2-3 وضعته أمريكا وبالتأكيد كما قالوا الأساتذة بمباركة أممية من أمم المتحدة الممتحدة عبرها عن المؤسسة تبعت إلى أمريكا بعد تحيمنات أمريكا على المجتمع الدولي وبالتالي أمريكا وحتى في حواراتنا مع بعض السياسيين استراتيجيين الأمريكان الأكاديميين يحاولون جد ممكن أن لا يضعوا لو منحة العملية السياسية لأنها من صنعهم وبالتالي هو دل على خطأ الأمريكان في العراق وأمريكان غير مستعدة أن تؤكد خطأها في العراق بل ترى في فعلتها في العراق ما يخدمها بالتأكيد وما يخدم الصيوانية من هات المطار إذن للأسف الشديد أن وضع عراقي هو صنع أو صنع برادة أمريكية هو الأمم المتحدة بيد أمريكا فأمريكا لا تثب بعيدا إلى أن تكون صاعلة في تغيير العملية السياسية إلا إذا كان بما أمريكا مصلحة في هذا الشأن ونحن كمتابعين نرى أن المصلحة باتت قريبة إلى حد المعين ليس لمعاناة الشعب العراقي لا لقدر ما هناك خلافات أمريكية إيرانية احتدمت وأصبح عملية الحوار بينهما أو التوافقية النسبية التي شهدتها السنوات الماضية في العراق لم تعد فاعلة ووصلت إلى ما يسمى اللعبة الصفرية فذلك أمريكا ستسعى في تصوراتنا إلى هذا الشيء لتغيير ترتيب العراقية لضعاف إيران وليس لإنطاف الشعب العراقي هنا أقول قبل قليل أن هذا التغيير أصبب في هذا الاتجاه لأن حالة إيجابية ليست مباركة لفعال الأمريكي في العراق لا ولكن الأمر يقول أن أمريكا هي صعبة الشيء في العراق لأنها هي التي صنعت وضعية بعد أثنين وثنين نقول ونعود نقول أن هذه الحالة المتردية في العراق أيضا تخدم الموضع إذا ما استشعرت القوة الدولية أن وضع الأمن في العراق يؤثر على الأمن الإقريني نعم أشكرك واضح أحمد الجنابي إلى أي حد هذا الحراك على مواقع التواصل الاجتماعي من الناشطين من الشباب من المدونين الحقيقة أجبر الأمم المتحدة على إنهاء حالة التضليل أو عملية التضليل التي مارستها منذ عام 2003 في التغطية والتعمية والطمطمة على الواقع في العراق وقلب الحقائق الآن الأمم المتحدة أجبرت بفعل الناشطين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي على تقديم على الأقل جزء كبير من حقيقة الواقع الكارثي في العراق الطمطمة والتضليل ما عاد له مكان في العراق من قبل الأمم المتحدة وغيره نعم طبعا لا يمكن أن نهمل دور الناشطين الشباب في هذا المجال ولكن أنا من وجهة نظري ومن حيثي وأجلس كنت أتمنى لو أن هذا الضغط يضعف إليه بعدا أخرى وهو أن يكون الضغط بلغات عديدة لكي يعني من يعرف يعني هناك مجموعات ونشطاء يحب ذا لو يقدم لهم الدعم ليكون البشت أكثر من لغة وليصل إلى إلى قطاعات أكثر داخل الأمم المتحدة وخارجها لأن المشكلة من وجهة نظري حيث رأيي الجهد على وسائل التواصل هو يعني داخلي والأمم المتحدة تعتقد أن اختلاف اللغة أو أن الناشطون في العراق أو المدونون أو القوى الوطنية لأنها لا تخاطب الرأي العام بلغته هو هذا الذي حالت دون معرفتها بحقيقة الوضع في العراق هذا هو السبب؟ لا ليس حالة وإنما هو أحد الأسباب التي حالت لا عدم معرفة وتقدير الرأي العام الدولي لحقيقة ما يجري في العراق لأننا نكتب باللغة العربية وحسب المشكلة حتى اللغة العربية نكتبها خطأ هذه كارغة أخرى مواقع التواصل تكتب بلغة داخلية أنا من تجربتي كما أخبرت قبل البرنامج في سنوات ما بين 2003 و2010 كان الجيش الأمريكي كله يراقب موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية لأنه كان النافذة الوحيدة لهم ليعرفوا ما يجري بالعراق بالضبط فلذلك مخاطبة الرأي العام العالمي بأكثر من لسان مهمة جدا لإضافة تقل وبعد للمطالب العراقية المشروعة أشكرك الدكتور هل ثمت تعويل أو رهان على دور أكبر للأمم المتحدة في مساعدة العراق مساعدة الشعب العراقي الإصغاء حقيقة إلى ما تقول قوى وطنية وشعبية وشبابية وتظاهرات من أن هذا النظام يجب أن ينتهي ويجب أن لا يستمر والأمم المتحدة أو المجتمع الدولي قد نتوقع عن حيازة إلى هذه الإرادة الشعبية العراقية متوقع لا أنا لا أتوقع هذا أنا أتوقع أن كل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيه الأمم المتحدة على رأس الأمم المتحدة ستنحازل الشعب العراقي إذا ما قرر الشعب العراقي القيام بثورته عندما يعني تتولد هذه الموجات الكبيرة من الشعب العراقي من موجاتها الصغيرة هذه من تظاهراتها من ثوراتها ويواصل ثورته بشكل واضح وبشكل علني ويسقط كل هذه الأسوار هذه المجتمع الدولي يعني ممادرة الآن بيد الشعب نعم بيد الشعب دائما كانت بيد الشعب دائما كانت بيد الشعب العراقي ومن يعتقد أن هناك قوى خارجية ستستعر نعم المجتمع الدولي نحتاج إلى المجتمع الدولي نحتاج لكن علينا أن نعمل أولا أساسا نحن وبالتالي ننتظر من المجتمع الدولي أن يتبع لنا المجتمع الدولي سيننصاع إلى صوت الشعب العراقي إذا ما قرر الشعب العراقي القيام بثورته إنهاء هذا الوضع الشاذ هذا الوضع الشاذ إذا ما استمر من يتأثر؟ من يدفع الثمن؟ هو الشعب العراقي هو الذي يدفع لا الأمم المتحدة تدفع الثمن ولا هذه الدول التي صممت هذا المشروع وصممت هذا الشكل اللي هو تجده مناسب جداً للتعبير عن سياساتها عراق مدمر ضعيف مخرب ذاهب إلى الخراب فبالتالي ما نحتاج إلى هي الثورة الشعبية وستتبعها الأمم المتحدة سأنارى تغير بالموقف في الأمم المتحدة تغير في المجتمع الدولي وعلى فكرة المجتمع الدولي نعم قضية اللغة مهمة قضية اللساء الآخر مهمة لكن المجتمع الدولي يعرف صورة العراق ويعرف ما يجري في العراق لكن يحتاج إلى أن يتحرك الشعب العراقي ليقف مع الظالية الحقيقة أشكراك دكتور في اختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والبعت السياسي هنا في الستوديو وأيضاً ضيفنا عمر سكايب أستاذ علوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي وضيفنا أيضاً من واشنطن في الولايات المتحدة أحمد الجنابي رئيس موقع لينس فاين كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر